بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الحصة إن شاء الله ستكون الحصة الأخيرة من الدرس الثاني Energy Energy Transfer and General Energy Energy فقط للتنويه أحب أن أذكركم بأنني ذكرت في الحصة الماضية القانون الأول للديناميكا الحرارية وطلبت منكم أعطائي لمحة تاريخية عن هذا القانون تكملت المحاضرة أو المحاضرة الأخيرة قلنا أن القانون الأول الديناميكا الحرارية يساوي Energy In minus Energy Out يساوي Delta E of System هنا في هذا القانون ودرسنا في المحاضرات القبل بأن هناك ثلاثة أنواع Energy Transfer قلنا في Energy Transfer by Work Energy Transfer by Heat and Energy Transfer by Mass Flow هذا القانون يتم كتاب To بما أننا عرفنا في محاضرة قبل أنه Variation of Total Energy تنتج عن تغير Variation of Internal Energy or Kineric Energy or Potential Energy فإذا تصبح هذا القانون يكتب Delta U plus Delta Kineric Energy plus Delta Potential Energy يساوي Q اللي هي تساوي Q In minus U Out Work اللي هو Work In minus Work Out و Energy Mass In minus Energy Mass Out هنا للإشارة إلى شيء معين وهو Sign Convention هنا جي Q In minus Q Out تساوي Q هنا Work In minus Work Out تساوي Minus Work فهنا بالموجب وهنا بالسالب ليش؟ لأنه لو تتذكروا شباب يساوينا؟ اعتبرنا أنه الـ Energy أو الـ Work لما يدخل قلنا أي شباب بسالب أو الموجب؟ قلنا بسالب صح؟ و الـ Work لما يخرج بالموجب لكن الـ Heat عكسها هنا يمكن شرحها على رسمة بسيطة هنا الـ Heat و الـ Work تذكيركم فقط الـ Work قلنا لما يخرج موجب و الـ Heat لما يخرج سالب وهنا الـ Heat لما يدخل بالموجب و الـ Work لما يدخل بالسالب فطبيعي جداً الساين هنا بالنسبة للـ Heat والـ Work يتكون هنا بالموجب وهنا زي ما موجود بالسالب لأنه حسب الساين مختلفين ذكر هذا الأمر Energy change of the system بطريقة أبسط Variation of total energy تساوي delta U plus delta kinetic energy plus delta potential energy مع ذكر أنه delta U تساوي M U2-U1 U2 هذه أي الشباب بما أنها small هذا يعني أنها specific internal energy وأيضاً هنا specific internal energy الواحدة حاجتها هنا جول بر كيلو جرام المس هي كيلو جرام وتصبح delta U بجول نفس هذا الفكرة سويناها delta kinetic energy تساوي نصف M V2 square minus V1 square delta potential energy نفس الشيء هنا هنا أيضاً أعطينا بالنسبة للرسمة أنه الـ Heat لما تدخل عشان ما تنسواها هي positive والـ Work لما يخرج هو positive عكس هذا يعني راح يكون negative نهاية هنا نكون خلصت الشابتر 2 طبيعي جداً هذا الشابتر أو لتذكيركم مجملاً بإيه سوينا سوينا تعريف الـ Work Heat تعريف Work Down أو Energy Transfer by Work Energy Transfer by Heat Energy Transfer by Mass Flow أيضاً عرفنا الـ Internal Energy Potential Energy أعطينا لمحة وما درسناها في هذا الشابتر استعملناه تقريباً في هذا القانون ونهاية إن شاء الله سوف نطبق هذا القانون في بعض المسائل إن شاء الله مجملاً درسنا القانون الأول الديناميكا الحرائية في هذا الشابتر ترجمة نانسي قنقر